السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيب لكم أينما كنتم رضو سليم هذه الصفقة المدوية والنوعية التي أبرمها النادي الأهلي في الأيام القليلة الماضية وأثارت الكثير من الضجيج في وسائل الإعلام الرياضي المغربي والمصري طبعا أدار الخطيب وإدارته هذه الصفقة بسرية تامة وكانت تدار في الغرف المغلقة وحدثت فيها الكثير من الأشياء حتى ظهرت إلى هذا العالم يمكن صفقة كانت صادمة للبعض ومفاجئة ولم يكن أحد يتوقعها ينتقل لاعب مغربي بهذا الحجم الذي ساهم وساعد فريقه الجيش الملك المغربي في الحصول على ألقابه في هذا الموسم وخاصة لقب الدوري الذي كان غايب عنه سنوات طويلة طبعا هذا اللاعب الذي أنا أسميه بقاهر الوداد في عام 2019 نزل في آخر سبع دقائق وسجل هدفين في كأس العرش عندما كانت النتيجة تعادل واحد واحد بين فريق الجيش الملك المغربي والوداد واستطاع أن يؤهل فريقه إلى الدور القادم بعد أنفواز تلافة واحد هذا اللاعب لاعب راقي ولاعب رائع مواصفات جسدية وفنية كبيرة طبعا هنا سنستعرض لكم في هذه الحلقة كل أرقامه وكل ما فعله وكل مميزات الفنية في هذا التقرير الذي أعديناه لهذا اللاعب الذي سيكون من اللاعبين المهمين في الناد الأهلي في الفترة القادمة تعالوا لنستعرض أرقامه ثم نعود رضو سليم 23 عام يلعب بمركز جناح الأيمن والإسر لعب مع الجيش الملك المغربي قبل انتقاله للأهلي منذ أول ظهور له بقميص بطن المغرب لعب 115 مباراة في مختلف المسابقة سجل 32 هدف وصنع 26 هدف في الموسى الماضي خاص 39 مباراة مع الفريق المغربي سجل 13 هدف وصنع 7 هدف منها 9 ضربات جزاء ثاني هدفي الدور المغربي به 11 هدف بعد سامبو مهاجم الوداد بفارق هدفين فقط ساهم بدور كبير بتجوية جيش الملكي بلقب الدور المغربي اللي 13 فيه تاريخه بعد غياب لأكثر من 14 عام من 21 ضربة جزاء سجل 19 هدف بكل المسابقات مع الجيش المغربي صحيح أن معظم هدفهم من ضربات الجزاء لكن الأهم أن سرعته الفاقة تجعله هو من يحصل عليها دقيقة 93 بمبارات اتحاد طنجة كشفت ثباته الانفعال الرائع وكيف سدد ضربة الجزاء بدم بارد أعطت الدور لفريقه الجيش المغرب الملكي يوجد كل أشكال الضربات الثابتة متحرك سريع بالكرة وبدونها ويحسن انتخاذ القرارات وعلى الخاص سيشكل كابوس للأظهر خيار مهم في الهجم المرتدة السريعة اللي افتقتها كولر للموسم الماضي مشكلة الوحيدة أنه لا يوجد اللعب بأكثر من المركز ولهذا على كولر حسب موضوع منه اللاعب الأساسي في الرواق الأيمن أو عليه إيجاز صيغة تكتيكية مناسبة لكل اللاعبين بعد ما استعرضنا قيمة هذا اللاعب الفنية وأرقامه وحصاته ومميزاته نرجو أن يوفق مع النادي الأهلي في الاستحقاقات القادمة ويضيف إضافة كبيرة والأهم أن إدارة النادي الأهلي دائما إدارة النادي الأهلي طبعا والسيد الخطيب دائما ما تفكر في موضوع المنافسة اللي هي دائما ما تصيغ اللاعبين من جديد وتضحهم في الواجهة وهذا اللاعب سيعيد صياغة الكثير من اللاعبين الآخرين سيحفزهم ويعيد رغباتهم ثم هناك سيكون خوف من فقدان اللعب الكأساسي من خلال وجود هذا اللاعب في النادي الأهلي وفي القلعة الحمراء طبعا إحنا شفنا مباريات بطوط الأساسي وشفنا كيف تساقطت أندية أفريقيا الواحد تلو الآخر وهذا ما يحفزنا وما يمكن يؤيدنا في قولنا أن النادي الأهلي هو فخر أفريقيا وهو النادي الوحيد اللي يستطيع أن يحمل بيرق أفريقيا ومصر ويمكن يجعلها فخورة به لأنه بالفعل ما ألها غير الأهلي وشاهدنا المستويات وكيف كانت أندية شمال أفريقيا لا تستطيع مجابهة الأندية الآسيوية وخاصة السعودية حتى نادي الشرطة العراقي استطاع أن يحقق انتصار وتعادل مع فرق أفريقيا فالنادي الأهلي دائما هو مفخرة أفريقيا وهو النادي الوحيد اللي يستطيع أن يكون الرقم الصعب في كل البطولات اللي يخوذها ممثلا لأفريقيا ومصر